بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة موداه أما بعد يا سادة يوم السبت ده مش بس بيكون أول يوم في الأسبوع لكن بيكون مفتاح السعادة اللي احنا بنقدمه لكل أحبابنا المقبلين على الزواج وكمان المتجاوزين اللي عايزين يبتدوا حياة جديدة ونور جديد من أنوار الزواج ومن أنوار المدد الرباني اللي في قولي تعالى واجعل بينكم مودة ورحم ولذلك بيكون يوم السبت ده بنتكلم فيه دايما عن الوسع والوسع ما يجيش أبدا غير مع الجدارة مع المهارة وعشان كده احنا تكلمنا كتير عن مهارات كتيرة من مهارات التجديد الزواجي زي مهارة صناعة الذكريات الحسنة ومهارة الحضور ومهارة التقبل الزواجي وكمان تكلمنا عن مهارة المصارحة الزواجية والنهار ده هنتكلم عن مهارة ما خدتش أهمية الكافية وسط مهارات كتيرة احنا متكلم عنها مهارة في الحقيقة الناس وكأنهم متصورين أن المهارة دي مش مهمة مع أن المهارة دي عاملة بالزبط زي إيه إحنا لو ركبنا لو وضعنا لبينات بيت على بعضها كده بدون مادة لسقة تلسق لبينات إيه لبينات البناء البناء كله يقع المهارة اللي احنا هنكلم عليها كده هنكلم عليها النهار دي من هذا الجنس الجنس اللي بيربط لبينات البيت مع بعضه النهار دا نتكلم عن مهارة مهمة جدا نسمعها مهارة الترويح الزواجي أنا أقول لكم حاجة أنا أحاسس أن فكرة الترويح عندنا فكرة لا تأخذ القدر الكبير من الاحترام ما أنها معنى مهمة جدا جدا في الحياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلمنا على العبادة كلمنا على العبادة بأن الترويح شيء مهم جدا وإذا كان الزواج جزء أساسي منه عبادة فيبقى الترويح فيه جزء أساسي مهارة الترويح الزواجي هي المهارة اللي بتخلي الزوجين يتغلبوا على مشكلة الملأ في علاقتهم ببعض ويتغلبوا على مشاكل كتيرة جدا 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 زي مشكلة مثلا التواصل في بعض الأحيين على فكرة فيه أشياء كتيرة بتزلها من عقبات التواصل بيزلها مهارة الترويح الزواجي لأن مهارة الترويح الزواجي دي مهارة زواجية إيه اللي بيحصل؟ بتحدث سواء فيه ضغوط أو لا لأن فيه كتير من الناس فاهمين من أن الترويح الزواجي ده إيه يحصل لما نكون مضغوطين وده مش دلالة أن الناس المرفهين هم اللي بيعملوها وإنما معناه أن مهارة الترويح الزواجي جاية من فكرة الاهتمام اللي هي ركن من أركان الحياة الزوجية يعني إيه الترويح الزواجي بقى؟ عشان بس الناس تبقى فاهمة الترويح الزواجي الترويح معناه أن أنا أدخل على قلب شريك حياتي إحساس بالهدوء والراحة والاستعداد للسعادة هو ده الترويح هدوء وراحة واستعداد لإيه؟ واستعداد للسعادة الزوجين بيخففوا عن بعض ويدخلوا السروق على قلب بعض فيكون وجودهم مع بعض راحة لنفسهم والزوجين كمان إذا كان عندهم المهارة دي بيبقوا عدين مع بعض فيإيه اللي حاصل؟ فيحس الشخص وهو عنده حالة من الاستنفار من الحياة ومن ضغوطها واستنفار من الشغل واستنفار فييجي لشريكة حياته ودي يجي لشريكة حياته فيحس بإيه؟ إيه اللي طف النار اللي كانت جواي؟ آه شريكة الحياة عنده مهارة الترويح الحياتي يبقى إيه اللي حاصل؟ مهارة الترويح الزواجي دي هي اللي بتطف النيران اللي بتشتعل من أسرة المنشأ ومن كل مكان فالإنسان المحب للحياة هيعرف قيمة الترويح وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا روحوا القلوب ساعة وساعة يعني إيه؟ يعني القلوب إيه اللي حاصل؟ القلوب بيحصل لها استهلاك ويحصل لها تعب ولذلك لازم يبقى فيه ترويح فالترويح عن النفس يحميها من الشعور بالملل والاستهلاك وفقد الشغف وانخفاض كمان الإحساس بالهمة وانخفاض الإحساس بالأمل ييجي الترويح الزواجي بقى بالنظام اللي احنا نتكلم عنه اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وضعه لنا وضعه لنا في كيف تعامل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة إزاي روح عنها صلى الله عليه وسلم وإزاي هي كمان كانت تروح عنه صلى الله عليه وسلم الترويح الزواجي مهارة باعتبارها مهارة فهي فيها خمس سلوكيات واضحة السلوك الأولاني هو إننا أتجنب الأوقات الذي لا يستطيع الشريك الحياة التواصل فيها زي مثلا أوقات المشكلات والضغوط فلازم أنا ببساطة عشان أبقى عندي مهارة الترويح الحياة الزواجي أتجنب مثل هذه الأوقات أتجنب مثل هذه الأوقات إن أنا أعمل إيه أدير حوار حول قرار آه يبقى لا أدير حوار حول قرار في أوقات الإيه؟ الضغوط والاستنفار ما يديرش حوار خالص حول قرار ما يجيش هو داخل من الشغل وهلكان وتعبان وما يجيش هي وهي متخنأ مع والدتها أجل لها عايزين ناخد قرار دلوقتي في مدرسة الأولاد يحس بإيه الشخص ده؟ إنه ما زال مضغوط يبقى أول مهارة أول سلوك هو سلوك إيه؟ أول سلوك هو سلوك إيه؟ تجنب هذه الأوقات السلوك الثاني يبقى كأننا عملنا تخلية يبقى السلوك الأولاني أتجنب مثل هذه الأوقات السلوك الثاني ما فيش حد عنده مهارة الترويح الحياتي الترويح الزواجي وهو لا يتواصل دائما مع شريك الحياة ولا يجعله فريسة للضغوط أنت مش لسه أقيل لنا دلوقتي ما نتكلمش معاه آه لا نتكلم وننشئ أحوار لاتخاذ قرار لكن السلوك الثاني هو إيه؟ أنه في حالة الضغوط وفي حالة المشكلات لا أترك شريك الحياة فريسة للضغوط والمشكلات فييجي بقى السلوك الثالث استخدام حس الفكاهة اللي بيحبوا شريك الحياة إيه ده؟ آه أنا على فكرة نسيت أقول لكم أن أنا في المقابلين على الزواج بقول للأزواج إذا جالي زوج كشري كشر كشري أو جالي زوج كئيب أو زوجة كئيبة بقول لهم على طول بفرض عليهم أنهم يتعلموا حس الفكاهة طيب وحس الفكاهة ده الناس بتتعلموا آه الناس بتتعلموا لأن حس الفكاهة ده هو ده اللي أنا اعتمد عليه عشان يعمل لنا منفذ في نفس الشخص ده عشان يستمر في الأمل اللي هو بيخلينا نستمر في الحياة وعشان كده لازم يبقى عندي حس الفكاهة وعشان كده في فن الترويح الزواجي ما ينفعش حس الفكاهة يكون بالحاجة اللي أنا بحبها لازم بالحاجة اللي بتدخل السرور على قلب شركة الحياة يعني مثلا من الأخطاء اللي بجدها وده بيدل على أن الناس ما عندهمش وإن كان هم شايفين نفسهم ما عندهم حس الفكاهة لكن ممكن يكون دوت مش حقيقي لما استخدم مثلا القلش مع زوجي أو مع زوجتي اللي هي ما بتحبش القلش فأجي وأنا عايز أروح عنها أو عايز أروح عن الأسرة كلها أو أروح عن البيت فأشع المسألة لأن الشخص وأنا باستخدم معاه القلش بيعتبر ده نوع من أنواع المهانة يبقى مهانة في البيت ومعانة في الشغل آه يبقى كده غلط يبقى لازم أنا وباستخدم الحس الفكاهي أستخدم الحس الفكاهي اللي يدخل السرور على قلب إيه على قلب شركة الحياة ولذكر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شوف حس الفكاهة بين أوى أوى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حس الفكاهة مع السيدة عائشة كمان لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها هذه بتلك إيه الجمال ده هذه بتلك هو إيه اللي بيحصل هو عارف إن هي فكرة إن هي لما سبقته إزاي هي إيه إزاي هي سبقت حضرة النبي في حضرة النبي يقول لها هذي بتلك وكأن حضرة النبي يقول لها مش ناسي إن احنا طول الوقت بنروح عن بعض الخطوة الرابعة بقى أو السلوك الرابع في الترويح الزواجي إن احنا نجدد دائماً في تفاصيل حياتنا لأن التجديد في تفاصيل الحياة بيخلي التجديد في تفاصيل الحياة عادة عندنا فلما يبقى عندنا حالة من حالات الإحساس بالملل أو الكآبة على طول عنا عاملين إيه؟ أي سلوك من سلوكيات التجديد الحياتي فنغير نغير في البنامج النهاردة النهاردة مش هنتعشى عنه النهاردة هننزل نتمشى مع بعض النهاردة هننزل نعمل كذا وده كان واضح جداً جداً في فعل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يخلي السيدة عائشة تشوف لعب الأحباش وعشان كده ده السلوك الرابع السلوك الخامس والأخير بقى إن المفاجأة الشخص اللي عنده مهارة الترويح الزواجي دائماً مفاجأة يعني إيه اللي حصل؟ دايماً يعمل مفاجآت من قبيل الايه؟ الترفيه والرفاهية ودوة مش ترفيه ورفاهية بمعنى أنه شيء زائد المفاجأة يا سيدي شيء أساسي في حياة الناس لازم الزوجين يديروا حياتهم عشان يعملوا ويوسعوا الحياة فالمفاجآت بتحس إن إنسان بعد ما انغلقت حياته إن إيه ده؟ ده فيه حيات جديدة في الحياة ولذلك المفاجآت من أكتر الحياة اللي بتجدد الأمل في الحياة الزوجية كتير من الناس بيقولوا ما عندناش وقت ما عندناش وقت نرتاح ولا نعمل شيء يدخل السرور على أقلوبنا فهوما بيقولوا إن إحنا مش عندنا القدرة على الترويح الزواجي ولا إحنا فيقين لكن ده مش صحيح ما فيش شيء صعب يتعامل طلامة إحنا بندير وقتنا وبي ننظر إليه بشكل متسع ما فيش الكلام ده هتقدر تدير وقت فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم كان مسؤول عن أمة على فكرة عايزة أعدل العبارة مش كان مسؤول عن أمة حضرت النبي كان مسؤول عن العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وحضرت النبي كان بيعطي للترويح الزواجي الوقت المناسب لي فكان حضرته صلى الله عليه وسلم يسابق السيدة عائشة زي ما قلنا واستمر على ده من بداية الزواج واستمر طول الوقت يعمل كده حتى الحديث بيقول فلما ثقل لحمها يعني استمر على ده حتى لما كبرت السيدة عائشة فكان من بداية الزواج لما يسبقها كانت تسبقه لصغر سنها وخفت وزنها وبعد ما تقدم به الزواج أصبح يسبقها صلى الله عليه وسلم لزيادة وزنها فكان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يخصص وقت للترويح عن زوجته ومشاركته فيما يدخل السرور على قلبه وبنشوف ده كمان في مشاركته صلى الله عليه وسلم مشاهدة لاعب الأحباش في المسجد النبو إذن الزواج لازم يعرف إيه نمط الترويح اللي زوجته بتحبه والزوجة لازم تعرف إيه نمط الترويح اللي زوجها بيحبه ويعمله مش يعمل اللي هو شايفه حلو مش يعمل اللي هو شايفه حلو ما يبقى زي زي الشخص اللي هو بيحب النسكفيه وهو بيحب ابنه الرضية فقال أنا بحب النسكفيه واللي بحبه أشربه اللي بحبه فلو شرب ابنه النسكة فيه الابن هيحصل له ايه ولا عزب الله احتمال كبير يموت يبقى بعض الزوجات بيكون اهم شيء للترويح عنها هو الكلام صح تتكلم مع زوجها في اي شيء مدايقها او حتى عن احداث يومها فما ينفعش الزوج ييجي يقول لها انا مش فاضي ومش قادر اسمعك ايه دوتا يعمل لها ايه هيحسسها ان الحياة بالدي والترويح الزواجي هو ان انت تحسس شريك الحياة ان الحياة واسعة ايه علامة ان انت ماهر في الترويح الزواجي ان انت تحسس شريك حياتك ان الحياة واسعة شوف حضرت النبي يقول لي السيدة عائشة ايه شوف حس الفكاه كنت لك كأبي زرع لما كان بتحكي عن قصص النساء الحداشر كنت لك كأبي زرع لأم زرع الا انني لا اطلقك يا سلام على الوسع خلاص وسع الامان والاطمئنان دخل في قلب السيدة عائشة لازم تدير وقتك وتسمح وتسمح زوجتك مهما كان انت وقتك بتقول اننا ما عنديش وقت عشان ما تروحش تدور على احتواء بديل على فكرة عشان بس ما يجيش الناس يقولون ان انت دول الوقت بتتكلموا عن اخيانة مش على فكرة مش لازم الاحتواء البديل انها تروح تكلم راجل تاني ممكن الاحتواء البديل على فكرة انها تستبدل دورك كزوج وتعتنت دور لصاحبتها وتعتنت دور ده لاخوها ة لولدها فتفقد انت و Peng i و نفس الكلام بالنسبة للزوجة شهر بالنسبة لزوجة لابد ان هي كما هي لابد ان تحصل على وال الدرويح من والزوجة ما هي كان لابد ان إنها يحصل على الدرويح من الزوجة الزوجة بتحBlack ايhesia كيفيفة اكرب 청ميات و الناسrasse ممكن يحتويها فدايما تحب تتكلم معاه ويسمعها باهتمام وود ويعز الشعورها بالأمان معاه على فكرة مش بالضرورة الترويح الزواجي عند الزوج يكون بالكلام على فكرة زي الزوجة مثلا الزوجة مثلا الراجل مش لازم يكون الترويح عنه انه هو يتسمع فالراجل بيختلف عن الست في مسألة الفطفضة والبوح فيه رجالة عرفهم كتير وده نمط من رجال نمط من رجالة بيعتبر انه يبوح باللي مدايقه ده نوع من انواع تصغيره فالزوج مش بيفصل في الكلام بلاش بقى الزوجة تفضل تضغط عليه تضغط عليه عشان يتكلم وتقول انت بش قلت لي يا مولانا ان احنا لازم يبقى فيه ترويح الزواجي ولازم اروح عن زوجي بان انا اسمعه انا مقولتش كده انا قلت ان الترويح الزواجي مهارة بتتعلق بفلان دا وتاروح عنه ازاي الترويح ودوء الترويح راحة الترويح باب مفتوح للسعادة لازم نفتكر دول والترويح عندنا خمس خطوات لازم نرجعه فالزوج كمان بيحب ان زوجته تعرف الطريقة اللي بيحس بيها واللي بيحس بيها ان هي بتقوم بالترويح عنه فمثلا لو بيحب يشوف ماتش الكور اه تعالى بقى نجيب في الجد بقى بلاش لما يكون بيحب يشوف ماتش الكور ما يكونش تعبيراتها مثلا ان هي تسخر او تعمل ايه او تحولوا تحسسوا ان هي بتتنمر عليه وعلى كل اللي بيشوفه الكور فتقولوا مثلا هم يقسموا معاك الكاس يعني ولا يقسموا معاك الدوري بالعكسها يبقى شيء لطيف جدا جدا وهيقدروا الزوج جدا جدا لو قعدت هي واحترمت مشاعره واحترمت قد ايه هو عايش معاها وقد ايه ان هي بتحاول بقدر الامكان تخفف من عليه وتحس بساعته وتحس بان ده هتنوع من انواع الترويح عنه يبقى احنا لازم ببساطة خالص نعمل ايه كل واحد فينا بيروح عن التاني بشكل صحيح وبشكل جيد ملتزمين فيها بالخمس بالخمس خطوات اللي احنا اقولها اننا نتجنب الاوقات اللي فيها الشريك الحياة مش عايز يتواصل يتعمل فيها حوار عشان يتخذ قرار كمان يبقى عندنا تواصل دائم عشان وما نتركش الشريك الحياة فريسة فريسة للضغوط والمشكلات الحاجة التالتة ان احنا نستخدم حس الفكاهة اللي بيحبه الطرف الآخر رقم اربعة ببساطة خالص نجدد دايما فيه تفاصيل حياتنا رقم خمسة ببساطة خالص لازم يبقى فيه مفاجآت دائما من وقت للتاني عشان المفاجآت دي مش رفاهية المفاجآت دي هي اللي بتعمل الترويح الحقيقي عن الازواب نعمل ايه بقى عشان نوصل او نبتدي مشوار الترويح الزواجي عشان احنا محتاجين شوية اجراءات نعملها عشان نقدر نوصل لمسألات الترويح الزواجي اول حاجة لازم نعملها ونكون مهتمين بيها جدا 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 احنا بنعمل ترويح زواجي احنا نخصص وقت للكلام عن الزكريات الجميلة والله انا شفت فيه ناس كانت انقطع حبل التواصل بينهم لما بتدوا يتكلموا عن الزكريات الجميلة طبعا انا سامى حد بيقول مش لما تبقى فيه زكريات جميلة مفيش زكريات جميلة نعمل زكريات جميلة نعمل حاجة كده ونجربها حاجة بتفرح حد نسمع اغنية مع بعض نسمع حاجة مع بعض بتدخل السرور علينا وتفرحنا يمكن لما نسمع حاجة بتتكلم عن الحب وبنتكلم عن بعض عن ازاي الاحباب بيكونوا مع بعض واسمعها وانا ببص في عين شريك حياتي او بتبص في عين شريك حياتها وها بتقوله ان كل الكلام ده في قلبي وانا مكنتش قادر اتكلم عنه وتقوله بعد كده هذا ترويح عجيب ان هو يحس ان في وسط كل المتعب دي في حد عنده هذي المشاعر بالنسبة له في ناس كتيرا بتقوله احنا مش عارفين نفتح قلب شريك حياتنا زيها الزكرة دي ممكن تبقى زكرة مهمة جدا 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 يبقى اول حاجة ببساطة نبتدي نعمل زكريات جميلة نتكلم عن الزكريات الجميلة بيننا وبين شريك حياتنا اللي مليانة بالمعاني الايجابية المتعلقة بالمستقبل ونبعد عن الحديث عن المشكلات والألام والأوجاع كمان ممكن نخصص وقت في الاسبوع او في الشهر نعمل فيه نشاط زي زيارة مكان بنحبه ونسناه فنرجع تاني نفتكره ونعمل ايه ونزوره مع بعض ونزوره بنكهة تانية وبشكل تاني ونشوف الكلام ده هيعمل ايه في حياتنا ايه اللي حاصل ونكتشف المكان من جديد وحتى لو مكناش زورناه من زمان لكن لما نزوره الحياة تتغير كتير جدا 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 ممكن نعمل كمان نحاول نخلي جدوى لليوم او الاسبوع او الشهر نخصص له كمان وقت لممارسة الانشطة مع بعض الانشطة اللي احنا بنروح بيها عن نفسنا زي المشي زي الحوار زي النقاش زي اشياء كتيرة زي الاراية مع بعض كل الانشطة اللي ممكن نعملها مع بعض نسمع حاجة مع بعض نسمع حاجة كنا بنسمعها زمان كل ده الانشطة المشتركة احد اهم عناصر الترويح الحياة كمان ممكن نخصص وقت عشان بعد كده ايه اللي يحصل هذا الوقت نحاول فيه بشكل واخر نتطمن على فيه على اخبار بعض ولما نتطمن على اخبار بعض نعمل ايه نقول على فكرة ان شاء الله كل خير فيبقى الانسان لما يقعد معاه يحس ان هو بيقدم له رؤية لاخباره يبقى هو شهوف طول الوقت ان هو يسمع رؤية الاخبار دي وازاي عاد تكون الحياة افضل اقول لكم حاجة اوعى تصدقه ان شريك حياتك لما جيه بيجي وعد معاك وانت بتغير له رؤيته للاحداث عشان تساعده ان هو يستبشر اوعى تصدق ان هو متدايق من ده لكن هو في بعض الاحيان ما بيبقاش مصدق انت اكتهد وبزي المجهود ان انت تحسسه ان الرؤية اللي انت بتقدمها له دي للاحداث رؤية حقية هي بتبقى المشكلة ان انت بتقدم له كلام مالوش علاقة بالواقع فيحس ان هو كلام بارد كلام مش حقيقي لو كان الكلام ده كلام فيه تعلق بالله وكلام فيه تعلق بحسن الظن بالله وان انت بتقول له ان ان شاء الله ما عند الله خيره وابقى وان الدنيا عتفتح ايديها عشان ربنا سبحانه وتعالى سينزل خيره ومدده ولطفه انا اظن هو هيبقى سعيد ان هو هيسمعك وانت كمان عتبقى سعيد لما تسمعه يا سادة احنا محتاجين نروح عن بعض لان الترويح من اهم مهارات الزوج الرشيد والزوج الرشيدة لو احنا قدرنا نوصل الى مرحلة الترويح الزواجي محدش فينا هيبقى قادر يفارق شرك حياته هيبقى هي دي نسمة نسمة الصيف هي دي هتبقى الراحة هي دي هتبقى الدنيا الهدية اللي بتفكرني بمدد ربنا وساعتها هيبقى فعلا قعدتنا مع بعض وجودنا مع بعض مكتوب عليها وجعل بينكم مودة ورحمة ويكون قبلها لتسكنوا اليها صحيح الحقيقة دي هتبقى هادية مليانة راحة وكمان بنستقبل فيها السعادة اذا كنا مهرين في مهارة الترويح الزواجي يا رب يعاننا دايما من اهل الترويح الزواجي عشان تبقى باب من ابواب العبادة وباب من ابواب المدد يا رب العالمين يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا صفحة مفتوحة لطلاق الأحب ان احنا نلتقي بكم واحنا بنسعد وبنشرف وبنحب جدا جدا تواصلكم معانا نحس بان احنا مع باب من ابواب الجنة باب من ابواب الراحة فدايما نبقى متواصلين على هذه الصفحة المباركة بتعليقاتكم وكمان باسئلتكم ونبتدي باول سؤال معانا مين استاذة هند تتفضل اهلا اهلا من استاذة هند اهلا من حضرتك اتفضل يا فند بس حضرتك انا كنت تتجوز قبل كده من حوالي تسعة سنين وبعدين انتفصلت عن جوزي وقعدت بقى لاني والدتي كانت تعبانا شوية فده اقعدت معيها على سن خاطر انها متعبانا فما حبت ان انا اتجوز فقعدت تسعة سنين طيب فبعد كده جي حد يعني جزوختي جاب لي عريس كده في اولاد اولاد جواز الاولاني ده كان منه اولاد لا طيب تفضل فجاب لي عريس وقال انه هو كواف وحد محترمه ومتجوز قبل كده وكده يعني ومرته مغلبة شوية فقلت له طيب ماش نشوف فشوفت واتحت لانه هو انا افتحت لانه هو حد كده يعني رب تقلو حد التعرفينه وكده فانا حددت الموضوع فبعد كده اكتخفنا بعد ما كتب الكتاب فقال انه هو عايز اكتب الكتاب بعد ما كتب الكتاب اكتخفنا يعني حصل خلافات انا ما اتجوزتوش يعني انا عارت ست شهور علشان خاطر والدتي قلت له طب لما والدتي تخفه وكده عشان هي عملة بطري في رجليه وانا بس لقادة معي اكتشفنا اكتشفنا خلينا في اكتشفنا ست شهور اكتشفنا اكتشفنا ان هو الجواز دوت ما كانش سليم وكان عرف يعني جوازه من الاولينية ولا جوازكم منتو مني انا ازاي يعني والله احنا كتشفنا يعني انت روحت روحت جاب على المأزون بس الورق نفسه ما كانش مأزون الورق نفسه ما كانش موسق موسق في الدفاتر الرسمية بتاعة وزارة العالم هو ورق ورق مخلسل يعني مثلا من الاسيمة اصلية صوروها ويعملوها طبعوا كده زي الاسيمة اللي هي الحقيقية المفروض طيب وبعدين وكانوا ثلاث ورقات فحنا كتشفنا واجه هنا واجه هنا واجه هنا واجه هنا طبعا وهو اوكر لا احصلش وانا ماكنش عارف ان ده مأزون ازاي ما هو اللي جايد طيب وبعدين خدنا المأزون وبعدين ودينا النيابة واخدنا الورق فين سؤالك يا استاذة هند نعم سؤال حضرتك سؤالي اني انا جدوا وقت اعزة اعرف يعني انا بردت اعزة اعرف انا مراته وانا يعني هو دخل غش وغش فانا مش فهمه انا انا بش هقدر اجزم وانا على هوا كده وما سمعتوش مش هقدر اجزم ان هو غش في جيش يعني يعني سيدة هند سيدة هند اسمعيني بس اسمعيني بس انا عارف ان قصتك ممكن تخلي اي حد تاني ينفعل ويقولك ده راجل جواز وباطل وبنى على غش انت حضرتك معلش بعد اذن حضرتك وبعيد بقى عن حكم الجواز وبعيد عن حكم الجواز العرفي ولا مش الجواز العرفي انت الراجل ده انت قلتوا صيغة العقد والجواز بحضور الناس والاشهار وحضور الشهود مع وجود الولي وكل حاجة حصل الكلام ده اه حصل حصل الكلام ده احنا خلاص متجاوزين احنا خلاص متجاوزين اما بقى انت ممكن تسأليني سؤال تاني مهم ايه السؤال المهم ده ان احنا نعمل ايه نعمل حاجتين ان احنا لو كنا راضيين عن ده احنا كده كده هنروح نوسق الجواز ده نوسق الجواز ده لان انا ما ضمنتش ايه اللي حصل بناء على هذا الجواز فاحنا هنروح نوسق الجواز ده صح كده عشان كل اللي احنا بنقوله ده وقت يكون حصل في اطار شرعي خلاص فانت هتروح تتوسق الجواز اول حاجة حاجة التانية بقى بعد ما توسق الجواز ده بالشخص ده اللي احد عناصرها هو كان فعلا بيغدر بيكي وبيخونك ولا لا يعني هو غدر بيكي لما هو قالك ان الجواز ده جواز رسمي ولا هو فعلا مخدوع وانخدع زيك كده وانا ما ازنش في الحقيقة ان في حاجة لازم نفهمها وانا مش اقدر عشان زوج حضرتك زوج حضرتك مش اقدر عشان زوج حضرتك مش موجود معانا مش اقدر اقولك ان هو كان بيخدعك ولا لا دي محتاجة شوية تحيات الحاجة التانية ان انت لازم تعمليها خلاص احنا هنحط رقم من ارقام تقييم هل نستمر في الجواز ولا الحادثة دي لكن في حاجة تانية خالص وهي اللي دعيتك الى هذا الامر هو الشخص ده وهو بيتعامل معاك هو دغري ولا مش دغري بيلف ويدور هو انت لما تجوزتي عشان هو شكله ومظهر ومظهر متدين هو بيتعامل معاك بتدين ولا انت حاسة بالتناقضات انا حاسس في كلامك وانت بتكلميني ان انت حاسة بشوية تناقضات ما بين تدينه او مظهر التدين بتاعه وما بين الايه التدين ده ده برضو عيكون عنصر مهم جدا جدا في التقييم يبقى احنا نعمل ايه الجواز ده محتاج يتوسق لانه جواز وبعد كده ايه اللي هيحصل بعد كده عن قيم طب ليه بقولك يتوسق يتوسق انا بقول يتوسق ده عشان تحفظه حقوقك فالجواز ده يتوسق عشان تحفظه حقوقك لانه هو جواز جواز واحنا ما نتكلمش دهوقتي عن حكم جواز العفر لكن بالكلم على ان ده جواز اللي انت عرضتيه عليا ده ده جواز نعمل ايه بقى نوسقه زي اي جواز بالناس بتسميع عفر نروح نقوله ايه وثقه الجواز ده عشان تحفظه حقوقك الحاجة التانية قيم الحاجة التانية بقى قيمي بشكل صحيح انت بقى عايزة تستمري ولا مش عايزة تستمري ليه بقى لانه واضح جدا 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 ان انت حسيتي بالتناقل بس كمان جزء من التقييم بتاعك ان انت تعرفي لو انه هو فعلا هو اللي عمل حكاية المأزون ده وانه الوثيق الجواز ما يبقاش موسق لازم تعرفي لانه احتمال كبير يكون الحالة من بين زوجته حالة مش راضية زي ما هو قال هالك كده بس هو حاب يخبي جواز حضرتك عن زوجته عشان هي لو راح عملت قد عائلي هيطلع اسم الزوجة التانية فيه وعشان كده هو ممكن يكون عمل كده فاحنا عايزين نقيم الزواجة بشكل صحيح عشان نعرف هنستمر فيها ولا لا يا سادة مستمرين في تلقي اسئلتكم مباركة ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضرتكم ومعانا اسئلتكم مباركة ومعانا الاستاذة سحر استاذة سحر السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله بركاته السلام عليكم يا حضرتك يا دكتور عم فضل ونعم الحمد لله الحمد لله يا ربنا يزيدك ايمان يا رب قل له حضرتك في الوقت ابني عمل كان عمل حكة وصار الحكة ده اتوفى الله يرحمه يا رب اللي كان ماشي اللي كان ماشي على سرعة متعبد السرعة بتاعته راح جاي نطره مات واثر الجادي ومشي والتاميرات وصورته عالطريق سؤال حضرتك ايه انا رحنا اتعمل محضر وكده فاحنا بقى عايزين نعرف في الوقت في محاني قال ممكن نعمل تعويض قالت تعويض ده حلال ولا حرام مسألة مش مسألة بس تعويض انت اصلا ابننا لو ان هو كان الراجل ده سايق في سرعة ازيد من السرعة وده اتمش هادر اتكلم عنه ده اللي هيحدده محضر النيابة المحضر وهيحدد كل الكلام ده انما ان احنا ناخد تعويض وناخد الديا اه ده جائس اذا كنا مستحقين ولا حد يقولكم حرام عليكم تاخدوا تعويض ابدا هذا حلال وهذا من حقكم اذا كنتم مستحقين لده بناء على بناء على محضر وبناء على اه الحكم اللي هتصدر المحكمة طبعا لو مستحقين طبعا تاخد الامر ده وده حلال وقد يكون من الضروري ان انتوا تعملوا كده عشان تاخدوا حقكم وحق اولاد اولاد الشخص ده لو كان هو اولاده قصة ايه حلاص اولاده هو عريس ما لسه ما يخلش بنا يحفظ ربنا يجعله ان شاء الله في في مستقر رحمتي ويجعل له في ويجعله في رحمة وفضله ونور وبركة يا رب العالمين لا ما تسمعيش كلام الناس دي وكلام الناس دي من الصحيح نعم معنا الاستاذة اامة الله استاذة اامة الله ايو يا فندم اتفضلي مساء الخير مساء النور يا فندم لما تستحيل العشرة بين زوجين بعد عشر سنين زواج نعم وتقلب الزوجة الانتصال على الابراء والزوجة اضطرها ان هي ترفع خل عشان ياخد حقوقه حلال وحرام خلينا نقول حاجة مهمة جدا 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 اذا كانت الزوجة متضررة والزوجة عارف ان هو بيضررها ويفضل يضررها لغاية ما تعمل كده انا بنصح الزوجة في الحلل زي دي بدل هو بيضررها عشان تروح ترفع خل هي ببساطة خالص اذا كانت متضررة واذا كانت الحياة مستحيلة واذا كانت هي بتتأذي واذا كانت هي مهدورة الحق ومهدورة الكرامة يعني المسائل دي كلها وهو بيضررها عشان تروح ترفع خل تروح ترفع طلق للضرر هو بيضررها عشان هي لو عايز تسرع الطرق ان هي تتنزع على الحواء لا هي تتمسك بحواء اذا كانت هي شايفة ان هي مظلومة طب هي لو عملت كده وراحت رافعت خلع او ان هي حصلت طلق على الابراء برضو طلقها هيكون صحيح يبال ايسا هي ايه السؤال خليني اعدل في السؤال ده هل هو هل لي ان احصل على حقوقي في الطلق لانني ارى نفسي مظلومة ولي حق نعم ده الاجابة على السؤال بتاع حضرتك مش الاجابة بتاع حضرتك هو حلال ان هو يفضل يضرر فيه لغاية ما ارفع خلع واطلق منه لا لا هو السؤال الصحيح هو لي حق ان ارفع طلاق للضرر اه اذا كنت فعلا حصل عليك ضرر وحصل لك هذا الكلام يجوز لك ان تفعلي هذا استاذة اميرة من الفيوم تتفضل لو سامحك يا شيخ ازاي حضرتك الحمد لله نعم وفضل يا شيخ انا لدي احنا يعني مشاكل جايزية عادية وفجأة اكتشفت من فترة ان هو كان بيكلم مرتفية في الكليفوان بيكلم معلش كلمة كلمة بيكلم عندنا كلمة بيكلم عندنا بتتسع من اول بيكلم مرتفة اخوه ان هو بيكلمة في ما يتعلق باسرارك معاه او قد يكون اسمعي بس او قد يكون بيكلمة كلام مش محترم او قد يكون اصلا بيكلمة بمعنى ان بينهم علاقة مش كويسة فاني واحدة فيهم لأ كلام مش كويس حاجات ما ينفحش من هما اللي اتنين تتقال بينتهم طيب انتوا سكنين في بيت ايلا ولا سكنين فين لأ انا سكنة مع بيض دوزي دي مرات اخوي انا اه مرات اخوك انت مش مرات اخوه هو مرات اخوي انا طيب فانا فانا لما عرفته اهلي عرفه انا انا زعلت معاهلي وعاودت عشان خاطر بينتو بس انا حس برض ان هو يعني انت كلمت يعني انت عدت معاه وهو اعترف ايوة اعترف وقال لي غزبا عني وانا سمحته يعني ايه غزبا عنه قال لي هي اللي غنت وكده وغزبا عني الموضوع ده كله طيب وبعدين فانا سمحته عشان خاطر بينتو يبقى سؤال حضرتك ايه انا حاسة ان هو متغير معايا فانا عمل ايه افضل هو متغير معاكي يعني اصدك ان هو رجع تاني لنفس الحالة اللي هو لما كان بيكلمها فيه مش عارف فانا وانا اكيد انا كمان مش عبقى عارف انت متغير معاكي يعني ايه متغير معاكي يعني ما بقاش مقبل عليك زي ما كان مقبل عليكي بعد ما اعتذرلك ورجع تاني وتابو اناب يعني طيب انت بتسأليني تعملي ايه اه اجاوب على حضرتك يا سيد زامير احنا عندنا اصلا في اوقات احنا عندنا بس لازم نفصل شويتين تلاتة ما بين مفهوم الخيانة مفهوم الخيانة في الجواز اوسع كتير من مفهوم ارتكاب الفحش عشان بعض المشايخ يقول له ايه لا الخيانة معناها ارتكاب الفحش ارتكاب الزنا لا الخيانة في اطار ما يتعلق بالارشاد الزواجي الخيانة بيدخل من فيها ان في شخص غدر بشخص اخر وكأننا بنتكلم عن خيانة الامانة مش بقول ان دي هو الاستلاح الموجود في الشرع لكن ده الاستلاح الموجود في المسألة مسألة الارشاد الزواجي في عندنا طريقة طريقة لايه طريقة وبروسيس للتعافي من الخيانة لازم هو ييجي يعتذر ويعترف بخطأه اولا بطريقة مناسبة الحاجة التانية لازم يحط خط التغيير لازم يعمل خط التغيير وتوافق عليها بالعكس وتكون مشاركة في خط التغيير ده الحاجة التالتة ان هو لازم يقدر مشاعرك ويتقبل مشاعر التقلبات اللي بتحصل لك ده اذا ما حصلش احنا مش هيحصل تعافي من الخيانة يعني بعد الدراسات طويلة هو ده المسلس وهو ده وتطريقة اللي ممكن يحصل فيها التعافي من الخيانة الحل اللي انا بنصح حضرك عليه بيه ان حضرك تتفضل تشرفينا انت وزوج حضرتك عشان نتكلم على مسألة كيفية التعافي من الخيانة هل ده متكرر وهل ده لسه في صلة بينه وبين من واقع معها عازل نوع من انواع الخيانة احنا لازم يبقى في دراسة متأنية عشان نعرف القرار المناسب ويه طريقة العلاج في اطار المسلس اللي احنا قلنا عليه الاعتذار والاعتراف بالخطأ خطة للتغيير وتقدير مشاعر المغدور بيه هي دي الطريقة اللي ممكن يحصل بيها تعافي من الخيانة يا سادة هتكلمنا النهاردة عن الترويح الزواجي ما تحرموش نفسكم من نسمة من نسمات الجنة في البيوت ما تحرموش نفسكم من ابتسامة جاية من عند ربنا كل واحد فيكم لابد ان هو عشان يجدد بيته ويجدد حياته لازم يتعلم مهارة الترويح الزواجي احنا قاعدين مع بعض لو كل واحد فينا قرر ان هو يتعلم المهارة دي هيفتح باب من ابواب الجنة في بيته يا رب انهمنا الرشد والصواب وجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعوني احسنة جعلنا يا رب من اهل الترويح عن شركاء حياتنا عشان تبقى حياتنا مفتوحة على ابواب جنة الدنيا جنة الاولى قبل جنة الاخرة وجعلنا يا رب نستمد بمددك الانوار واللطف والبركة في بيوتنا يا ارحم الراحمين يا اكهم الاكرمين اكرمنا بمدد يجعلنا من اهل الترويح في كل وقت وحين يا رب العالمين